الاهلي من اول دقيقة انا كنت لسي بقول الكابتن عبدالله فكرة انه هلاقي بقى الاهلي هادي النهاردة نقف على رجلينا نستنى الكورة طبعا الاهلي بفضل يتنقل الكورة بعد الجوليل وموت اللعبة تماما بهدوء زاكي جدا يعني بس من اول دقيقة ضغط عالي ضغط عالي ضغط عالي وكاين مارس الكورر بيقول لهم كده امش بشبه بين كوسين يعني مش بشبه عشان الناس بس بتقبش في الكلام ده بقى عامل زي برشلونة ومانشستر سيتي برشلونة في امجاد ومانشستر اللعبة اللعبة كيكا هنزدغط عالخصم انا والله مش عايز المطش عايز المطش انا كيكا ضغط عالخصم حسيت بدا النهاردة قبل نروح لمنظومة الضغط اللي هي كاتميديا الاولى زي ما انت قلتها كريم خلينا اقول لك هو مارس الكورر عملية التدوير هو حاسبها ازاي وبيشتغل عليها ازاي هو عنده التدوير على المرحلتين المرحلة الاولانية هي مرحلة الحالية استعدادا لدوري ابطال افريقيا من الفاين الامام الوداد بيعمل عملية التدوير في المجموعة اللي هتكون معاه او وارد انه يعتمد عليها او العناصر الاساسية بريتكلم في 16-17 عنصر عشان كده بتلاقي النهاردة اللي بيشترك فاول تبديل محمد مجدي افشا قندوسي عمر السلية اللي عيبه وارد جدا انها تشترك لا اي وقت من الوقت اه يا ما دخلش شاني عملية التدوير الواسعة هتكون بعد حسم الدوري عشان الناس اللي بتطالب ببعض الاسماء بعينها ايمان اشرف برونو سافيو الشباب الصغيرين عبر حمار راشدان كريمي دي بيس العناصر اللي موجودة اللي موجودة دلوقتي بتتمرم مع الفئر او هتاخد فرصة مش تاخد فرصة دلوقتي هتاخد فرصة بعد حسم الدوري وبنتكلم على افريج من خمس لستة مباريات اذا الاهلي مش على المومنتم ده هيخلص الدوري بدري خمس ستة اسابيع ده في عمر المسابقة كتير على فكرة فانا بتتكلم على خمس ستة اسابيع عدد مباريات فوز ولا في دماغه ومكسب ولا هو عايز يخلص الدوري لانه العملية التزبذب النوعي اللي حصلت في بعض المباريات الدوري في وسط الران اللي اهلي عاملوا التلات مباريات كان منه مباريات فرق واسموحة وده طبيعي كان في شوية تجوم فالراجل عارف فرق قال لك خلص الدوري وبعدين يهي اللي يحصل يحصل ايهше الراجل مبتقلقش من الإصابات أنا بحس يMenباي 2. يdzy أولى ايه ده احنا منحسس على لجله انه كل شوية عنده إصابة كل حاجة محسوب قدر لا القدرات القدرية دي شي انا بكلم على قرار اشراك اللاعب ده قدري ولا قرار مدرب قرار مدرب فقرار مدرب هو عنده كل حاجة محسوبة يعني اشتراك علي معلول هو هشرح لك دلوقتي وأقول لك هو علي معلول بيعمل إيه علي معلول مبقاش بيوصل للإندلاين ويحط الكروس بالعرض خالص علي معلول بقى بيجري نص المساحات نص المسافات اللي بيقطعها في المعتاد علشان أقدر أحافظ عليه عدد مباراة أكتر اتنين في نقطة الناس بيش ياخد بالها الأهلي بقاله فترة بيلعب كل مطش إسبوع بيلعب كل إسبوع مطش أهلي بقاله فترة أول ما خد الرم بتاع الرجاء بياخد بيلعب فالإجهاد الراجل بيعمل عملية التجهيز والقياسات البدنية قبل كل مغاراة لكل اللاعبين أي لعب عن شقة بيلعبش شك ما بيلعبش فعشان كده ناس بطولك هم معلول بيلعب هم معلول بيلعب ليه طب احنا خايفين من الإصابات الراجل بيقيس كل لعيب قياساته البدنية تسمح يشترك موجود في العشرين أو بره المجموعة هجيلك عبدالف هسألتك عليه بس تماعيض في تصاب ليد نهارض بس ممكن يكون عالي لطفي برضو أقول لك الحاجة حتة الاستمرارية دي بتوقف لعيب على الرجلي بشكل كويس ودي بترجع للتمرين وزي ما انت بتقول صابة لعيب في الاخر هذا حاجة قدرية من عند ربنا مش بقدينا طبعا إنما هو الراجل بيتمرن وعلى قد شغله ممكن يكون هو ما كانش متاهل بشكل كويس الفترة اللي فاتت حتة ان هو بقله فطرة ما بيلعبش دي برضو حتة الضغوط اللي بتبقى عليه إن أنا بقى لي فترة وعايز أزبط وعايز ما ما يخشش فيها حاجة شناه ويبقى لي فترة ماشي بشكل كويس أنا عايز أكمل للدور ده فكل الكلام ده بدور فكر اللي عيب إنما زي ما جمال بيتكلم فعلا الراجل كل حاجة عاملها بالشبر زي ما بيقوله يعني أو في الآخر العيبة دي بالنسبة لها في الفترة الأخيرة وما فيش الرواق والحاجة وده الطبيعي وده المعدل الكويس اللي ممكن يشتغل فيه أنت فعلا بكل أسبوع بتلعب مباراة فأنت ما عندكش عندك قوقات كافي نترجع تعمل استيشفى بتاعتك تعمل الريفرش بتاعك تبدأ تشتغل لتحضر للمباراة اللي بعدها بشكل كويس فما عندوش مشكلة خالص إنما الإصابة دي في الآخر تحضر قدرية ده غير إن هو عنده أربع عناصر أساسية وريد ناس مش واخده بالها بس عنده أربع عناصر أساسية مش موجودة إما إجباري إما اختياري بنتكلم على محمود كاربا وحسن الشحاة عندهم إصابات خفيفة إجهاد ومحمد عبد المينم عنده أصابة خفيفة إجهاد ومحمد شنو مقوف فعنده كده كده عنده أربع عناصر أساسية مش موجودين النهاردة بالإضافة لأنه دخل ثلاث عناصر بدري شوية يوم بيعمل تغيرته في دي واحد وستين نهاردة نتكلم عديهم نصف ساعة عمر السلية وقندوسي تحديدا مهمين تحسوبا لقدر الله لأن مروان عطية عنده إنذارين وعمر السلية عنده إنذارين قبل مباراة العودة فالراجل كل ده بيجول في دماغه